وصلت أخيراً أول دفعة من جروعات لقاح كورونا إلى تونس 30 ألف جرعة وصلوا لكن فما جدل كبير شكون اللي جبهم بالضبط رئيس الجمهورية تقول إينا اللي جبتهم ورئيس الجمهورية كان يتابع في الموضوع يوماً بيوم رئيس الحكومة كان أعلن أنه تصل بوزير الخارجية الروسي واتفق على جلب اللقاح هذه لكن اليوم المفاجأة السياسية التي تفجر فضيحة كبرى في الدولة يفجرها الأعلامي سمير الوفي لكتب كلمة حق حتى لا يستولي أحد على حق أحد الطرف الذي توسط وبذل مجهوداً جباراً لضمان توفير اللقاح الروسي بسرعة ومرونة هو رجل الأعمال التونسي المقيم في روسيا مهدي إدوس وهو صديق شخصي لوزير الخارجية الروسي القوي لفروف وللنخبة الروسي وقصة نجاحي تغني عن الأضواء التي هو آخر من يبحث عنها ويطاردها لكن الركوب زقفون على الحدث من طرف الغير يجبرون على التذكير بالدور الرئيسي الذي بذله الدوس لتسهيل اقتناء كمية اللقاح دون تأخير وتعقيدات فلماذا لا نذكر هؤلاء إلا لشيطانتهم وتشويههم يقصد في رئيس الجمهورية وشيطانة رجال الأعمال بينما فيهم من لا يبخلوا على وطنه بعلاقاته وقدراته شكراً لمهدي إدوس ولكل من يشارك في إنقاذ هذه البلاد من أعراض ونتائج الفشل السيس شنو أراكم في الموضوع؟ ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشيصلكم الفيديو القادم شكراً للمشاهدة